الخبر الأول الي عن إنجازات اليوتيوبر بالإنستغرام فاليوتيوبر الأول هو شيرين بيوتي و وصول حسابه الإنستغرام لوَثيين مليون ونص طبعاً شيرين احتفلت بهذا الرقم vas始لها لـ هؤلاء الثوري لكنه تضعفيها لـ 2 آنسان- الفتablossi المتابعي بالنسبة اليوتيوبر الثاني حما هو الروزا فوصول حسابها للإنستغرام أيضاً لـ 2 آنسان اليوتيوبر الأخير هي أميرة الحسين وصديقة بيسان ليعرفها وصلت حساب الانستغرام للخمسمائة الف تقريبا فان شاء الله الف مبروك للجميع وعقبال 10 مليون للكل وطبعا لا تنسون يا حبايب اتبار كلهم بالكومنتات الخبر الثاني اللي عدنا عن تهجم المتابعين على ويسام تيكيت بسبب تصويره لهذا الستوري اللي شوية مشكوك بأمره خاصة ويوجود هذه المشروبات الغريبة والأجواء الموجود بيها فهوية من الأشخاص اعتقدوا انه هاي الأجواء هي أجواء الديسكو أو أماكن محرمة يعني وخاصة انه السعب لوحدة نزل هذا الستوري فزود الشكوك لكن الصراحة برأيه اتوقع انه مجرد مطعم عادي ممكن شوية أجواء غريبة ويبعون أشياء محرمة ولكن اتوقع مجرد مطعم عادي يعني طبعا تسلو تكتبونا بالكومنتات تحرياتكم ويستحق التهجم او لا الخبر الثالث اللي عدنا عن الأغاني ما ليوتيوبر الجديدة فأول يوتيوبر هو الرضا الوهابي فرضا نزل على عسابة بالإنستجرام هذا البوست اللي اعلن بي عن أغنية جديدة بعنوان يلا اللي المفروضة اتوقع انه رح تنزل اليوم وصراحة من واضح انه هتكون أغنية خرافية طبعا احمد ابو الربع اللقل يقول له شكرا عن المحتوى اتوقع رح يسوي عليها بمقطع انتقاد فاكتبونا شكي انتم تحمسين إلها بالكومنتات اما اليوتيوبر الثاني فهو احد عضاف ريقفة نبولي اللي هو عمر الكيلاني اللي نزل الغنية الجديدة بعنوان وهواه على قناتها باليوتيوب فلما سمعها انصح يروح يسماعها وبالنسبة للاشخاص اللي سمعوها يكتبون تقييمهم إلها بالكومنتات الخبر الرابع اللي عدنا عن مريانا وليش هي مضايقة ومكتعبة فمريانا نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا البوست اللي كان فيه رسالة للفريق تقولهم انه هي كانت مضايقة وتشكرهم انه شون طلعوها من الأجواء اللي هي كانت بيها واضح هذا الشي كان بالمقطع ما عرف صراحة انش بيها مريانا ولكن الله يفرج على الجميع طب حتى نارين بيوتي نفس الشي فنزلت على حسابها بالإنستجرام هذول الستوريات اللي تسترجع بيها الذكريات مالية وإخواته تقول الستوريات قديمة فالميا عرف انه كل أخوانها حاليا مسافرين للسويد وهي وحيدة باقية بدبي سوري يا اوكي سولة ما فتم من الزوز حبيت لقلكم انه انا احضر اختي نارين على ديت خاصة خاص خاص ديت خاص ديت خاصة اوكي ديت خاص خاص عم نحكي عن مستقبلنا وبس والله هنا وصلنا لهاية المقطع اتمنى المقطع جابكم لتنسوا وتحطون لك وتشتركوه بالقناة تشاني اوفيدي زي ما قلت في امريكة الخصص وبس مع السلامة